السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي أحياء للصف الرابع العلمي وصلنا الهيكل الطرفي صفحة 94 من السمكة الفصل السادس الهيكل الطرفي أحياء رابع علمي يلا عيني حزام الصدر طبعا الهيكل الطرفي يقسم إلى حزام الصدر وحزام الحوض حزام الصدر يتألف في الأسماك العظمية من ثلاثة عظام مختلفة ترتبط به زعانف صدرية تختلف في اختلاف الأنواع وتأخذ الأشعة الزعنفية دورا إسناديا للزعنف أما حزام الحوض يكون حزام الحوض في الأسماك أبسط كثيرا من حزام الصدر وهو يقوم بإسناد الزعانف الحوضية يتألف حزام الحوض كما هو الحال في حزام الصدر من ثلاثة عظام وهو غالبا ما يكون مختزلا تتصل بحزام الحوض زعانف حوضية مسندة بأشعة زعنفية نأخذ الجهاز العصبي يتألف الدماغ في الأسماك العظمية من مخ صغير نسبيا وين المخ يقع؟ يعني موقع المخ هو بالأسماك العظمية مقدمته فصان شميان أما المخ المتوسط هو الجسء الأكبر من الدماغ يتكون من فصين بصريين كبيرين نسبيا الثلاثة المخيخ في الأسماك العظمية كبير نسبيا ومنطوي على ذاته وهو يسيطر على الحركات النشطة ويعود من ميزات الأسماك العظمية يكون النخاع المستطيل جيد التكوين ويتصل في مؤخرته بالحبل الشوكي الذي يمتد إلى نهائة العمود الفقري يغلف المخ والحبل الشوكي غلاف واحد هو السحية البدائية للأسماك العظمية عشرة أزواج من الأعصاب القحفية وعدد من أزواج الأعصاب الشوكية التي تبرز من جانبي الحبل الشوكي تمتلك الأسماك العظمية أعضاء حز جيدة التكوين تتمثل كالآتي عندنا ثلاث نقاط أولا زوج من الأعضاء الشمية زوج من الأكياس الشمية غير مرتبطة بتجويف الفم وتفتح على جانبي سطح الظهر للرأس وتتصل بنهايتها بالفصين الشميين اثنين تتمثل أعضاء السمع في الأسماك بالأذن تقتصر على الأذن الداخلية حيث لا تجد فتحة أذن خارجية والأذن الداخلية مكونة من ثلاثة قنوات نصف دائرية اثنتان عموديتان وثالثة مستعرضة ولكل منها حوصلة مزودة بنهايات عصبية ترتبط بدورها بالعصب السمعي تستطيع معظم الأسماك السمع والبعض منها تسمع جيدا وقد تتحور مثانة السباحة في الأسماك العظمية لتعمل كمضخم للصوت وتعتبر حاسة السمع أقوى الحواس في الأسماك وهذا يعود لكثافة الوسط الماء الذي تعيش فيه ثلاثة للأسماك زوج من العيون جانبية الموقع في الغالب وهي تستقر في محجر العين تشتمل العين على كرة العين وأجزاء مساعدة وعيون الأسماك تظهر تكيفات عديدة مرتبطة بطبيعة البيئة تتواجد فيها مثلا تميذ الأسماك التي تعيش في الأعماق إلى أظهار بعض التكيفات للحصول على أكبر كمية من الضوء مثل كبر حجم العين والعدسة والبؤب هذه تجعلها شكل فراغات وبشكل عام تكون كرة العين في الأسماك العظمية شون تكون كرة العين ذات سطح أمامي مستوي قل سؤال كيف تكون كرة العين في الأسماك العظمية هذا سؤال مهم أقول له تكون ذات سطح أمامي مستوي ومن الأسماك ما تكون صغيرة العين ومنها ما يكون عمياء يبدو أن الصفة الأخيرة التي حصلت بفعل تأثير عوامل للبيئة التي تعيش فيها هذه الأسماك ويوجد مثل هذه الأسماك في كهوف منطقة حديثة غرب العراق وقد توجد العينين في الأسماك على جانب واحد الأيمن أو الأيسر حسب الحيوان ملائمة الجسم في الأسماك للبيئة المائية ما هي التكيفات؟ أولا شكل الجسم إنسيابي يتيح للسمكة سهولة الحركة في الماء كما إن الزعانف المفردة والمزدوجة تمثل أعضاء حركة متجانسة فالزعنف الذيلية تقوم بدفع السمكة إلى الأمام أما الزعنف الزوجية تساعد في التوازن والصعود والنزول بحرية اثنيا تمتلك الأسماك خياشيم تعتبر أكثر أعضاء التنفس كفاءة في المملكة الحيوانية لاستخلاص الأوكسجين من الماء من خلال ما تحويه من أوعية شعرية دموية رقيقة الجدران تسمح بالتبادل الغازي للأسماك أعضاء شم ورؤية ممتازة وجهاز خط جانبي حسي فريد وسبب حساسيته الفائقة لتيارات الماء والموجات فهو يمثل جهاز تحسس عن بعد وبالتالي تستطيع الأسماك من خلاله إدراك مواقع الأدسام القريبة منها في الماء ويلعب هذا الجهاز دورا مهما في تنظيم الحركة الجماعية للأسماك وبمنتهى الدقة رابعا تعود الأسماك العظمية منظمة ممتازة للضغط الأزوموزي من خلال امتلاكها أعضاء تامة النمو لتنظيم تبادل الأملاح والماء الكليتين والخياشيم والأسماك العظمية قادرة على أحداث توافق دقيق لمكونات سوائل أدسامها والبيئة التي تعيش فيها وجود المثان الهوائي كيس السباحة يوفر للسمكة قدرة على السباحة في أعماق مختلفة وبمنتهى الراحة ويمثل كيس السباحة أحد أهم التكيفات التي يعزى إليها نجاح الأسماك ضمن وسطها البيئي فبعض الأسماك تستطيع أن تتعلق في الماء ساكنة بغير حركة طورت الأسماك طرقا سلوكيا معقدة للتعامل مع الطوارئ خصوصا وإنها تعيش في وسط كثير المفاجآت فقد طورت كثير منها سلوكا تكاثريا محكما من خلال وسائل المغازلة وبناء الأعشاش ورعاية الصغار وغير ذلك وأخيرا يمكن القول أن الأسماك هي سيدة البيئة المائية تتمتع به بقدر كبير من اختلافات في التكيف والذي يثير الإعجاب من خلال إنتاج تنوعا كبيرا في الأشكال والتكيفات البيئية سنأخذ التكيف للمعيشة في ألبا من هي اللي يعيشون في البر عدي الطيور من الفقريات الجميلة المتنوعة ويتتمثل بحوالي 9000 نوع موزعة على كل بقاع العالم تقريبا وبذلك يفوق عددها الفقريات الأخرى عدد الأسماك وتوجد الطيور في الغابات والصحاري وفي الجبال والبراري وفوق جميع المحيطات تعود الظاهرة الفريدة التي تميز الطيور عن غيرها من الحيوانات هي وجود الريش فوجوده في حيوان ما يعني أنه طائر وافتقاد الحيوان للريش يدل على أنه ليس طائر ولا توجد أي مجموعة فقرية أخرى تحمل مثل هذه الصفة سهلة التمييز إن إمكانية الطيور في الطيران تتطلب درجة عالية من التكيفات التركيبية فالطائر يجب أن تكون لديه أجنحات تدعمه وتدفعه باع عظام خفيفة ومجوفة جيم الجهاز التنفسي فعالا بدرجة كبيرة لكي يفي بمتطلبات الفعالية الأيضية اللازمة للطيران دال الجهاز الهضمي يتعامل مع الغذاء الغني بالطاقة ها جهاز الدوران ذات ضغط مرتبع وجهاز عسبي متطور وأعضاء حس دقيقة لكي تتعامل مع المشاكل المعقدة في الطيران يعني ها يقول لك ما هي تكيفات إمكانية الطيور في الطيران تتطلب درجات عالية فالطائر يجب أن يكون شي يكون لديه هذني النقاط الصفات العامة للطيور أولا شنو الصفات العامة للطيور أولا الجهاء الجسم عادي عادة مغزلي الشكل ينقسم إلى أربعة أقسام الرأس والعنق والجذع والذيل وعادة يكون العنق طويل بشكل غير متناسب مع الجسم بغية العمل على حفظ التوازن وجمع الغذاء يغطي الجسم الريش والحراشف البشرية في الأرجل والجلد يكون رقيقا في المناطق التي يكسوها الريش ويتكون من بشرة وأدمة الأطراف مزدوجة زوج أمامي وآخر خلفي وتتحور الأطراف الأمامية إلى أجنحة للطيران في حين تختلف وظيفة الأطراف الخلفية فهي تساعد على الهبوط والمشي أو العوم والقدم عادة مزودة بأربعة أصابع ثلاثة أمامية والأصابع والأصبع الرابع إلى الخلف الهيكل كامل التعظم والعظام الكبيرة تكون مجوف وعظام الجمجم ملتحمة كما تميل الفقرات إلى الالتحام وهذه كلها تكيفات مسخرة لإنجاز فعل الطيران يتم التنفس بواسطة رئاس صغيرة يتصل بها عدد من الأكياس الهوائية المساعدة تمتد ما بين الأحشاء هذه الصفات العامة للطيور عدي عشر نقاط سادسا الجهاز العصبي كامل النمو وللطيور اثنى عشر زوجا من الأعصاب القحفية سابعا الطيور فقريات ثابتة الحرارة جهاز الدوران يتألف من قلب مكون من أربع ردهات وشبكة من الأوعية الدموية الشريانية والوريدية الجهاز الأبرازي يتكون من زوج من الكلة البعدية تكون مفصصة وفي الغالب عدد فصوصها ثلاثة ولكل كلية حالب ولا توجد مثانة بولية عشرا الأجناس منفصلة والأخصاب داخلي زين زين خلينا ناخذ الوصف المظهري للحمامة الوصف المظهري للحمامة كما هو الحال بالنسبة للطائرة أما إذا ما أريد لها أن تطير لا بد أن تكون قد صممت وبنيت بناء على مواصفات حركية هوائية صارمة فكذلك الطيور لا بد لها أن تواجه متطلبات تركيبية تمكنها من البقاء محمولة في الهواء وأن جميع التكيفات الخاصة الموجودة في الطيور الطيارة ومنها الحمامة تسهم بشيئين هما تزويدها بالقوة وتقليل وزنها وهكذا تمكن الإنسان من صنع الطائرة حينما صنع آلة الاحتراق الداخلي وتمكن من خلالها أن يقلل من نسبة الوزن إلى القوة حسنا من أن يتألف جسم الحمامة المغزل من الرأس والعنق والجذع والذيل نأخذ الرأس رأس الحمامة جيد التكوين وتوجد في مقدمتها فتحة الفم التي تؤطر بالمنقار والذي يكون قصيرا في الحمامة يمثل الفكين ويحاط بغلاف متقرن ويوجد عند قاعدة المنقار من جهته الظهرية وتوجد عند قاعدة المنقار من جهته الظهرية منطقة جلدية متقرنة تحيط وتغطي فتحة المنخر الخارجية وتدعى بالقيق تقع العينان على جانبي الرأس كل عين مزودة بجفن علوي وآخر سفلي فضلا على غشاء رامش شفاف ينشأ من الزاوية الداخلية للعين شنو وظيفة الغشاء الرامش هو حماية هذه وظيفة حماية العين من تأثير الرياح وما تحمله أثناء الطيران هذه وظيفة الغشاء الرامش حماية العين من تأثير الرياح وما تحمله أثناء الطيران وبذا فهو يمثل تكيفا تركيبا يتناسب وطبيعة البيئة التي تمارس فيها الحمامة نشاطها وتقع فتحة الأذن الخارجية خلف العين وتكون مغطاة عادة بالريش والأذن الخارجية عديمة الصيوان العنق ومن يمتد العنق من الحفة القفوية للرأس حتى بداية الجذع وهو قصير نسبيا في الحمامة مقارنة بالكثير من الطيور الأخرى الجذع يمثل الجذع في الحمامة أوسع جزء من الجسم في الجسم يمتد من نهاية العنق حتى بداية الذنب الذين وهو يتألف من يتألف الجذع من منطقة صدرية وأخرى بطنية قلت من من يتألف الجذع أقول له من منطقة صدرية ومنطقة وأخرى بطنية ترتبط بالجذع زوجان من الأطراف الزوج الأمامي محور إلى أجنحة وهو يمثل تكيفا تركيبيا لإنجاز فعل الطيران أما الزوج الثاني فيمثل الأطراف الخلفية التي تكون عادة مغطات بالحراشف البشرية بدلا من الريش وللطرف الخلفي أربعة أصابع مخلبية ثلاثة منها أمامية لاتجاه الرابع خلفي ويمثل الإبهام الزيل يكون الزيل قصير في الحمامة يكون الزيل قصير في الحمامة مغطى بالريش فتحة المجمع الفتحة المشتركة تقع على السطح السفلي بين نهاية الجذع وبداية الذل والذيل القصير يمثل تكيفا تركيبيا للمساعدة في الطيران ويوجد عند منطقة الذيل غدة دهنية تعرف بالغدة الدبرية يستخدمها الطائر لتزيد السطح الخارجي لجسمه ومنع تأثير الماء الذي يزيد من وزن الجسم إذا ما تبلل الريش كما أن البلل يعيق عملية الطيران في الجو الممطر الريش يمثل الريش تراكيب خفيفة جدا في وزنها مثبتة قوية في بنائها والريش على أنواع من الطيور الريش الخيطي أو الشعري وريش الزغب والريش المحيطي القصبي نأخذ الريش الخيطي أو الشعري هو ريش نحيف يشبه الشعر هو الريش الخيطي أو الشعري ريش نحيف يشبه الشعر يكون توزيعها مبعثرا فوق سطح الجسم وبين الريش المحيطي والريش من هذا النوع مكونة من قصبة وساق طويل خيط الشكل ذو خيوط قليلة تحمل خويطات وقد تخلو من الخويطات ريش الزغب تتكون الريش في هذا النوع من قصبة قصيرة تحمل خيوط كثيرة ذات خويطات وتظهر خيوط الريش وخويطاتها مبعثرة وينعد موجود هذا النوع من الريش في الحمام البالغ حيث يستبدل هذا الريش الموجود في صغار الحمام بالريش المحيطي في البالغات من الحمام الريش المحيط القصبي الريشة من هذا النوع ذات شكل متميز وكل ريشة تتألف من ساق قوي وخيوط وخويطات تربطها كلاليب وهو أكبر أنواع الريش ويصنف حسب موقعه على الجسم إلى عدة أنواع ريش الجناح وريش الذيل والريش المغطى ريش الجناح وريش الطيران ويتميز بأن النصف الخلفي من نصف الريش أعرض قليلا من النصف الأمامي وكل جناح في الحمامة ذو 23 ريشة جناح 11 منها الأمامية تعرف بالأوائل القوادم والباقي 12 تقع على الزند وتدعى بالثوان الخوافي هذا كل حفظ ريش الذيل ريش قصبي يوجد حول الدبر مكونا ذيل الحمام وفي الحمام هناك 12 ريشة تترتب في نصف دائرة ويعمل ريش الذيل مثل كابح عند النزول وكدفة في الاستدارة الجانبية أو العمودية الريش المغطى نوع آخر من الريش القصبي يكون أصغر حجما والخويطات فيه غير جيدة التكوين ويكون هذا النوع من الريش القصبي الغطاء العام للجسم أهل هنا وتخلص المحاضرة مالتنا وإن شاء الله التوفيق